طيب برضو في إطار الترتيب للموسم اللي جاي النادي الاهلي وجه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفري الأول لكرة القدم على الفترة اللي أضاها مع الفري وبزل خلالها أقصى جاد حق مع زميله من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقرية وهو أحد أبناء النادي الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده وهناك ثقة كبيرة بأنه سوف يلب النداء إذا ما احتاجه نديه بأي مرحلة وفي أي موقع لأن هذه سمات أبناء الأهل الذين يتفهمون المراحل الإدارية والفنية والطبية التي يمر بها الفريق وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة كل الشكر والتأدير والاحترام للدكتور أحمد أبو عبلع على ما بزلوا من جهد كبير مع الفريق الدكتور أبو عبلع تحط في ضغوط طبية من كثرة الإصابات وإصابات كلها مش سهلة طويلة محدش يعني الوضع تحسن في النصف الثاني من هذا العام لكن على مدى سنتين ماضيتين يعني تحمل عبء كبير جدا وهو رجل يعني دامة الخلق نتمنى له كل التوفيق ودائما الأهلي هو نوع من تواصل الأجيال والخبرات ربما المرحلة القادمة برضو نتمنى التوفيق مش في أنه يشتغل كتير للدكتور اللي جاي نتمنى له التوفيق أنه ماشتغلش خالص طيب كمان الأهلي ينتوي توجيه الشكر وتكريم كل اللعبين لحالة ظروف دون استمرارهم مع النادي هذا اتفقنا في اجتماع شركة الكرة مع الكابتن الخطيب أثير هذا الأمر وقال إحنا أولادنا دول بنقدرهم تقدير خاص وكلهم الحقيقة لو كان الأمر بيدنا جميعا ما غادر أمثال هؤلاء المحترمين بالذات النادي الأهلي أبدا يعني ولكن المقتضى الفني وتجديد المراحل العمرية للفريق وحاجات كتيرة يعني ولكن لابد أن يشعر هؤلاء أنهم فعلا مكرمون على أعلى مستوى ويعني جاري الاتفاق على أن يحصل لقاء على مستوى الكابتن الخطيب في وجود شركة الكورة مع هؤلاء اللعبين بإذن الله هجي تقلهم شكر ده شيء رائع جدا وده لمس التأدير الحقيقة محترمة جدا من نادي بيحترم كل اللعبة اللي بتنتسب إليه والمدربين وحتى الدكاترة اللي بيقدموا الجهد وتحول المرحلة اللي جاية دون استمرارهم فيتم توجيه الشكر لهم وتأديرهم بالشكل المحترم اللائق يعني مين ما كانش يتمنى أن أيمن أشرف يبقى موجود وإن علي لطفي يبقى كباتن يعني علي لطفي يبقى موجود وسعد سمير يبقى موجود وشادي يبقى موجود ومحمد محمود يبقى كلنا كنا تمنى وسعد سمير ومسعد سمير مانا بقولك أنا قلت سعد سمير موقتهش قلته تمام سعد سمير ده أصله لوحده يعني حاجة جميلة جميلة وتاريخ وكدر قادم وكلهم بقى الحقيقة كلم اللي تقال كلهم بقى بالنادي الغلم في تحلون في أي وقت معهم المفتاح ويخشوا بس ياخدوا فرصهم الحقيقية اللي هم بيتمنوها يستحقوها لكن الأهل عمره أبدا ما يعني ما هيستغنى عن هؤلاء الأشخاص بمسؤول كوادر مستقبلية ده شي رائع جدا تحياتي ليهم من هذا المنبر أشكرك أستاذ إبراهيم اللي فكرتني شكرا كتير ليهم الحياة